نازحون أوصلتهم رحلة النزوح إلى المدينة القديمة في تعز وهناك ظنوا أنهم قد واجدوا مأمنهم في مناطق سيطرة المقاومة وما هي إلا أيام حتى واجدوا أنفسهم عالقين بين فوهات بنادق المتقاتلين الذين صاروا فارقين ليس بينهما الكثير من الفروق قبل أن يتمكنوا من النزوح الإجباري مرة أخرى فقدوا هذه المرة بعض أبنائهم في سجون لم يخرجوا منها ولا يعرفون عن مصيرهم شيئا والدتا أحمد عصام ومحمد بشير يحكيان جانبا من قصتهما في الفيلم التالي نتابع ومن ثم نعود قولنا أننا كنا بالحوبة نازحين كانوا بيتنا تحت التشريفات بعد استوى المشاكل نزحنا لعند عمتها زوجي لإسمال الضبوعاء رجعنا بعدها نزحنا لإسمال الحوبان زوجي نزلوهم وعندها نسعفهم في بوه طبعا دوالي المريء يفعل عملية بالمنظار والكبد حقه تعبان مرة نزحنا من الحوبان يعني من ضائقة الحواثة نفس الحكاية على أساس المشاكل حقهم منه يعني اكتهمت داعشي وقيت هنا كنت مريض طبعا بالكبد أنا يعني كان أعمل عمليات في الداخل العدان قلستوها على حد سنتين والأبن حقي هو الذي يعني قائم بالعمل داخل الحوبان نحنا نزحنا معني من جنب القصر من التشريفات وصلنا طبعا لما رقعتنا بعدما خلصت العمليات حقي وتعافيته شوية رقعت هذا الحكاية أقلنا على مضايقات قلسنا بالحوبان طبعا أربع سنين يعني هو لما أحمد لو قم على ما قلسنا سنتين وبعدين نسو المشكلة لما أخي استشهد أخي طبعا كان باللوة 22 بعدين استشهد بعدين نقامي على التوحيد بـ 2016 وبعدين اتصلوا لهم دولي للترفون حقه الترفون حقه طبعا داخله حق المقاومة داخله حق الشهداء داخله صورته عدنا نرزيق ومسمه صادق صرحان وإحمد شله وراح لمدرسة يعني مخبيه مشوش شله لأنش مساكموا لحواثة ابني طبعا احتباس يعني بـ بـ اسمه الصالح قلس شهر وقرقنا ولا بالقوة يعني قدر نحن يعني دينا من كل يجي يعني إذا ابن خالتي معه دباب شلو معه ندي منه لقى الأستاذ حقه هذا يدرس مدرسة عمار علي سيف قام اسمه بنو نازح بنو نازحين هم بالنقيل بنقيل الإبل ركبوهم معهم مسكوهم الحواثة مسكوهم هناك بالنقطة قام هو أحمد شهد يعني يقول لهم هذا الأستاذ حقه إذا هو طبعا رجال مولد أسمار يدافع معه قاموا فتش أحمد لقى للترفون خلص شلو أحمد ولا اسمه ولا الصالح عزك الله خلصوا خلص كان معرفش كيقل اسمه وخرقوا مزينا خلصوا بباهر حقه خلص بالكيبال يعني ينكسونه كذا ويقلسوا يقلدوا يقلدوا يفعلوا له ما يعني ما ثاير وثلق يعني ما خلقه واحد خلقه من كان بمليون يعني أفعل صاحب خير وعمته ساعدته من السعودية قلص شهر وعشر أيام خلقوا نحنا قلصنا عند الناس قلقوا خلقونا من البيت قالوا نحنا نعم نحنا دوائش وخلايا نعمية بني خلايا نعمية والزوجي بالنعاش بعدن كان يخرقونا من البيت تخيل قلصنا عند الناس قلصنا شهرين وسامنا نمقفل عليهم وبعدين قلوا فتشوا ولا فيشي قلقوا حتى صاحب البيت هم الحواثة من انفسهم وبعدين رجعنا قلصنا يعني لما ذا حين رجع الزوجي بخرقوا مو وفعلوا طبعا ورقة من غادر شهر الحوبان وزادوا وشي مسكوا الزوجي برضوه داعشي لما طلع من العدن طلع في واحد صاحب يعني من الحوبان قلو شهر خرق روح لك عند السمو يعني 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 بسبعة رمضان بسبعة عشر رمضان روح لك عند المقاومة شلينا على السزنة خرقتوا وخرقتوا وقالوا على السزنة نحتمي هنا بداخل وصلنا لجنب العسكرية وقلصنا ببيت مفتوح الطيقان حقه هذا كل حق قابلنا ناس يعني من هناك بداخل الحارة منا غرفتين هذا كل حق الرطوبة ما رطوبة هذا كل حق ما قادرنا شنقريسي هنا خاصة يعني لنا نريد لما بعدين سمو هذا عبدو الزغير لقى أحمد في العاشر حق العيد قالوا مو رأيك يا بني ادخلك السعيدة وكنني ندي لك راتب معاك عائلة قالوا انتو من هنا قالوا اناغبري قالوا مو رأيك كنتي لكم راتب تقلسوا بالسعيدة معاك عائلة شو صلح السعيدة قلستم داخلة عشان ما اعملوش داخل لك الناصة ولا يدخلوا داخل بسلحين من قبل كان داخله مسلحين ويحما دقاء كلمه ابو سوقي فرح قال قاناش ادخل حتا ما نقدرش نستقبل مكالمة قانا نقول لك بفدروم وعادو استلم زيد راتبين هو ذي كال بالعشرة ذنك استلم راتبين وخطو حولت له بألفين سعودي ورح نعمل عملية عند الشريف أول يعني يوم ربع عملية عند الشريف يوم الخمسة استوى الحادث هذا ورحت اشتريتو راشان اني وبناء انيو هذه خارقنا استرينا راشان بالظهر عادوكم ما في الشي بدل المشاكل من بعد الظهر حتى متغديناش هذي كاليوم سبنا ضروء يضربو لفوق السعيدة شليتو بناتي لبستوهم بوارط نزلنا للدهر الثاني علشان لا استوى حاقة دخلوا لنا الساعة سبع اذهم المخالفة اللقنة الامنية فتشوا البيت قالوا له باسوا زوجي عادوكم سكين مخدر باسوا زوجي بالرس قالوا له ما فيش اي حاقة اقلسوا افتهمناك وخارقوا معاخر قتل الجماعة دكا قال ياسر عاقل مع مجموعة قالوا وربشوا الدنيا هناك داخل السعيدة دا كل حقا البيت حقي كانوا بالدور الثاني بالشوقة يدخل لنا واشتغلنا شغل نظيف اشتغلنا قطع لهذي البالتوت حقا فوقه قشلوا كل شيء ما فيلا البالتوت كان حقا يعني اللا سمول هذا اللا مصلى عامة خربط مع السكر ما فيلا كان معي اللا التلفون حقا بي كان شقا كنشلوا عليه ذي شليتوا ولقلت له الصور حقنا حق العقد صوري حق العقد داخله نتعى وتهجم فوقي بالسلاح وتلفظ لك الفض ما يتلفظوا باش حاد يعني كلام زي الزفت انا شا اغتصي بكين وانا شا فكر بالبيت وانا شا عمال يقول لنا يقول للبنات قفل على عصام وعلى محمد بشير قفل عليهم داخل الحوش حتى اللي مع المسلحين يقولوا له عيب ما يستويش تهجم فوق نسوان ما فيش فائدة خرقوا هذا كل حقا لا فانش تودون احنا نزلونا بها زرعة زرعة طبعا من اللي تشوف انتا يعني من قناة سعيدة لا بها زرعة هناك من المسافة خرقنا نحنا كلهم خرقنا نحنا ومحمد بشير هذا كل حقا محمد بشير اقال التقي هذا كل قدو خايف هذا كل حقا ماشيش عني عمال اي مشاكل وقال يحقق معه هذا كل حقا قال يحقق مع محمد بشير قام استخدم معه حتى السكين تمام وقلنا له هذا قال باقي انت وبنك يهددنا هذا كل شيء القوى الحقي طبعا رقعهم ببيت احمد السيد كانوا مطروحين هناك وداه محمد بني وهذا كل حقا طرهم عنه وبين النسوان نحنا قلسنا بالشقة الذي في به قلسوا يحققوا معنا بس حققوا مع محمد بشير اكثر يبكروا الصباح يقول لنا خلاص يقزعنا من لها قنب المحافظة من قنب الكندي لا بعد المحافظة قلت يقزعوا تقولون احنا نازحين لو تكلمتهم كلمة ابنكم شي يموت شنا نصفو يقزعوا يقولون نحنا نازحين من الحرب لا تكلموش أي كلمة بعدا نحنش نرجع لكم ابنكم لحدا الآن نحنا قاقزعنا كل مكان لا لقينا مننا ولا شي ولا بفائدة كانت تواصل مع عائدة اللي عبسي تكلموا على شان احمد يقول لي خلينا يزوجونا بين اخته وانا يظهر لكم انا شوف قلست شهر نبحث نبحث لما توصلت للأسرة عبر أختي اللي هي ساكن كان بالعسكري قالوا في أسرة كان بالسعيدة وفي عيال في أبني اشتل من هناك تابعنا وتواصلنا لك ولكنتني من قبل أبحث عدوهي بالهوري عند كل الناس ولا ما فيش اسم محمد بشر ما حد يعرفه الأسرة هي هذا اللي وصلتني إنه ابني كان محتمي عنده واخذ التفاصيل كلني أسمعه زي ما اسمعت انت الله هذه هي الأسرة اللي هي شاهد على وجود ابني مع ياسر العاقل أو نقدر نحن نقل شوف أنش أقولك هي نحن نقل ياسر العاقل لكن هي اللقنة الأمنية المفروض هي اللي توقد عيالنا لأنه كان اللقنة الأمنية موجود هناك والمفروض هي اللي توقد عيالنا وصلنا للمحوار أنا من اللي قلستو أربعة خمسة أيام بالمحوار اللي حد الآن مريض بسبب قيادة المحوار أنا قبل العيد قلستو أنا والمراضي يعني نخرج الصباح ونروح الساعة ثلاثة العاصر لدرجة إننا نحن يعني قال لنا اليأس بس قلها لنا أنا أسمين العسكرية يقول لك غير موجود واحد يتعاطف معك يقول لك لحظة تراعي بالنهاية يقول له غير موجود الجزاء من البوابة الأخرى يأخذ واحد منك الورقة ويدخل يطرحه ما حصلنا شيء جواب هذا كان بقيادة المحوار اللي كان الفترة الأخيرة اللي قبل العيد ومن قبل نحن السنة ونحن بكل مكان لقنات حقوق الإنسان اللي بالمسوء عملنا ملفناك الشرطة العسكرية وهي بالهور اللي عندنا عنده أكثر من مرة يعني تواصلنا مع ناس من عدان تواصلنا مع ناس تبع يعني نحن نقدر نقول لقنا الأمنية حق تعيز أن تطلعين اللي عنده لك حالي لك حالي كان قواب يا أنا والحق هذا أنه أنا تسلمت إدارة الأمن بعد اختفاع عيالكين هذا الموضوع أنا ليس لي فيه أي شيء خلاص نحن والله العظيم ما قلنا وقسم لك بالله نحن قلنا نحتمي في بهم وابني قال أنا يقول لابو دروس قال له أنا شا دخل مع المقاومة أنا شا دافع على بلادي أنا شا خرج أسمهم الحواثة من داخل بلادي الآن ابني لم يخرج إذا خرج هو بخير كيف يخرج كيف يكون كيف معاناة أخوانه اللي هون أربعة هذا أصغر هون كيف معاناته هون الشباب من ساعة كيف ينضي يحفظك لما ينظر الأخوة اللي بعده إنه ضع هو كان معه تغدى معه خرج إحنا مرتين بالساحة مش معقول إنه المسائل أو الناس ما يعني اللي هم بدأوا المعرفوش إنه خرجنا مسيرة عشان العيال أولا هذا واحد وقفنا بالمحور مش معقول أنك تقلس أنت أمام بيت مسؤول والمسؤول الداخل ما يعرفش ليش هذا قلس قدام الباب وصلنا للمحور أنا من اللي قلستو أربعة خمس أيام بالمحور اللي حد الآن مريض بسبب قيادة المحور أنا قبل العيد قلستو أنا والمراذي يعني نخرج الصباح ونروح الساعة ثلاثة العاصر لدرجة إنه نحن يعني قال لنا اليأس بس قلها لنا أنا أسمين إيش العسكرية يقول لك غير موجود واحد يتعاطف معك يقول لك لحظة راعي تراعي بالنهاية يقول لك غير موجود جزا من البوابة الأخرى الشيخ علي القاضي أحترمه ومداوي منك إنا عنده كان يقول يدع لهن شا ساعدكين شا ساعدكين يدع لهن آخر مرة أنا بعدما رحت للمحور وقفين الأورق عملت ملف لبني وريحت لعنده قلت آخر مرة قياع عندك يا شيخ لو تسمح هذا الأورق قدمه للمحور ورقة في بسورة في بيش يعني من الورشة اللي كانت يشتغل بي إنه بتاريخ كذا كذا يعني هو عتقل بتسعة ثمانية هنا هو بثمانية ثمانية كان مداوم بالورشة يعني إذا اتهموا إنه كان عسكري مرابط مع ابو العباس أولا في معه حكرت السكر إنه ابني مريض استخدم الأنسلين في معه حق الشرطة العسكرية حق المحور حق لكحة إذا إدارة الأمن أي البلاغات اللي قدمناهن لأنه نحن الآن ولو ابنا نحن ظهرش يقوله نحن نحن سيّبنا وسنة زي ما تقول أنت الآن يعني سنة أشعل تورمين نحن نحنش هامدين بالسنة ما حد يتقاوب معانا ما حد يعني يبدأ يأخذ الورقة منك بعدين يغلق الباب في إنسان يساعدك بعدين تقطع الحالي وقع 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 وخوف وخوف على ابني اللي هو هناك إذا وصلوا عندني الآن أنا هكذا ممكن يعذبوا ممكن يتعبوا أنت يعني نحن نشوف الآن اللي كنا نشوفه بل فلا بل مسلثلات الآن نشوفه بقوها لنا أنا قلت لك ابني الآن لو خرح للشغل حقه لابنا الكبير أنا يخاف عليه عش ستة شهور بعدا وأني مرتاح وبعد مني قيعا شبعا بس مرتاح مطمن عليه كيف يعني وأني لو أدري إنه ابني كان طريقه سلبي تقدر تقول هذا هذا نتيجة اختياره لما تكون أنت قاهلات شباب حتى ولوش يحمل السلاح بس يحمله هذا العدو قال لي نحن تشردنا نحن تشردنا وتعبنا المفروض يظهروا أنه قلوا هذا اتخذ مكان سلبي وتهمته كده أقول حسبي الله ونعم الوكيل أنا ناشد مني أنا ناشدته ولو الآن أنتر ما وقف البرنامج هذا ما وطعيفش خلاص هي أكبر من ناشدة لكن بالنهاية أقول حسبي الله ونعم الوكيل بل لي ما يتقوش والله وربي فوق القميع ألام الأمهات والأباء والمختفون أنفسهم من المسؤول عن استمرارها؟ من المسؤول عن حدوثها أصلا؟ كيف يمكن السماح بارتكاب جريمة كهذه من قبل جنود يقولون أنهم يعملون على إنفاذ القانون وملاحقة العصابات الإرهابية؟ كم هن الأمهات المفجوعات على أبنائهن؟ وكم هم الأطفال الذين لا ينامون الليلة بانتظار رجل حنون خرج من البيت ولم يعد إليه؟ قبل أسبوعين تناولنا قصة مواطن اختفى في المدينة القديمة بينما كانت كتائب أبو العباس مسيطرة على المنطقة وما زال للأسف مختفيا ومصيره مجهول وفي هذه الحلقة عرضنا شكوى والدتين اختفى أبنائهما في سجون قوة أمنية قالت أنها حررت المدينة من سيطرة العصابات الإرهابية وسنظل دائما صوتا أمينا لكل أصحاب القضايا والمظالم والمطالب الحقوقية أيًا كانت الجهة التي يشكونها هذا عهد قطعناه على أنفسنا من أول يوم وإلى أن نلقى الله لتسليط الضوء على هذه القضية ينضم إلينا من مدينة تعز الدكتور عبد الرحمن الأزرقي رئيس لجنة متابعة المخفيين قسرا في المحافظة مرحبا بك معنا دكتور عبد الرحمن مرحبا بالجميع بكي وبضيوفك والمشاهدين أهلا بك قبل قليل تابعنا قصة أسرتين فقدت كل واحدة منهما ابنها منذ منتصف 2018 وهما قيد لاختفاء القصر حتى الآن اشتركوا في القناة القهات المسؤولة نحن في تعز نعيش في غابة ميليشيات هذه الحقيقة رغم أن الشعار المرفوع بأن هناك شرعية ودولة لكن لا تقد أحدا يمارس منطقة دولة بمعنى النظام والقانون والمحاسبة والمساءلة هذه المشكلة حقيقية ليست في تعز في كل مكان في عدد يصرخ الناس من هذه المظاهر الإخفاء القصري والاعتقالات الكيفية وفي بقية المناطق في صنعة وفي تعز وفي أكثر المنطقة وهذه قضية معروفة للرأي العام اليمني والعالمي بشكل عام إذا تحدثنا عن لجنة متابعة الإخفاء القصري كيف تأسست هذه اللجنة متابعة المخفيين قصريا وأيضا ما هي أبرز القضايا التي تعملون على مناصرتها لجنة المخفيين قصريا بتاعز قاءت كاستقابة للحالة الكارثية التي تعيشها المحافظة في الممارسات وأنتم كنتم تعرفون أن هناك اختطاف وأن هناك قتل في الشارع ويرمى بقثثهم في مقارل السيول وقضايا كلها صارت معروفة فقالت هذه المنظمة دفاعا عن هؤلاء الناس تحديدا المخفيين قصرا كلنا نعرف أن هذه القضية هي قضية يعني لها أبعاد إنسانية وأبعاد سياسية وأبعاد قانونية لا يوجد أي تشريع أو أي نظام في العالم قديما وحديثا وفي المستقبل يبرر هذه القريمة الأخفاء القصري مهما كان مهما اتهم الشخص فمن حقه أن يمثل أمام القضاء لكن هذه القريمة يعني على البعد الإنساني هي من أحقر أنواع الممارسات التي يستخدمها الإنسان ضد أخيه الإنسان من هنا نشأت هذه اللقنة لمتابعة القضية هي عبارة عن صرغة في البرية في حالة الإنفلات والفوضى والإنعدام الأمني نشأ هذا الصوت للدفاع عن هؤلاء الناس المسكوت عنهم نحن في البداية سجلنا أعداد قليلة وكانوا الأغلبية يرفضون تسقيل أسماع أقربائهم المخفيين قصريا تحت مشاعر الخوف الذي كان مسيطر على الناس إذا ما رفع هذا الصوت بأن فلانا مخفيا قصرا سيؤدي إلى ممارسات يعني يتصل إلى حد القتل لهؤلاء المخفيين لكن في السنة الأخيرة يبدو أن الاستقابة أفضل حال وارتفع عندنا الأرقام إلى حدود الثلاثة والأربعين مع أن العدد الحقيقي هم أكثر من ذلك ونأمل في المستقبل أن يثقوا الناس بهذه المنظمات وأن لا طريقة لإطلاق حرية هؤلاء المخفيين سواء برفع الصوت أمام الضمير المحلي والعالمي لإنقاذ هؤلاء الضحايا نعم في حين تصلكم قضية إخفاء قصري أو بلاغ يعني ما هي الإجراءات التي تقومون بها نحن نتصلنا من أقارب المخفيين بلاغات ونسقل عندنا يعني استبارة لتحديد المواصفات معلومات شخصية ومعلومات حول الحادث ومن الجهات التي ارتبطت بهؤلاء الناس المارسة وهذا الإخفاء فنبعث فيها إلى المنظمات المحلية وزارة حقوق الإنسان نبلغ النيابة المنظمات الدولية نعني القهد الحقيقي الذي نقوم فيه نحن نبلغ كل القهات المعنية في داخل الوطن وفي خارق الوطن المهتمين بالمخفين قصرا حتى يتخذ الإقراءات طبعا مسألة الدولة والأمن والنيابة للأسف الشديد إنما زالت الدولة لا يوجد لها يعني نفوذ حقيقي القضية معروفة ولها أبعاد سياسية يعني شائكة كلكم تعرفوها لكن كممارسة لأن نوصل المعلومات إلى القهات الأمنية والنيابة لاتخاذ إقراءات حتى الآن لم يتم أي اتخاذ إقراءات لجمع معلومات للتحقق من المعلومات مقرد هزل الرؤوس سنعمل وسنعمل وسنعمل لكنهم في حقيقة هم فاقدين الحيلة لأنه كما قلنا لكم إن الدولة وأثرها الأمن والحقوق ما زال غير موجود حتى الآن هناك قضايا اختفاء أيضا مع أنهم مختفين تقوم قيادتهم بقطع مرتباتهم عن أهليهم ومن يعولون كيف تعلق أنت على هذا الموضوع وهذه قضية نحن لدينا أحد المخفيين وهو يكون من إقونات الثورة أكرم حميد الزبيدي ومقرد في اللواء 22 ميكانيك ومخفي قسرا ويتم التلاعب بره يصرف رواتبه بره يتوقف بره في الفترة الأخيرة متوقف وهذه من القضايا الإنسانية نحن نركز على كيف إطلاق سراح هؤلاء القضية الأساسية ومع ذلك نتابع بقدر الإبكان من ناحية المستحقات المالية من رواتب وغيرها لهم نعم دكتور عبد الرحمن ذكرت بأنكم عندما تتلقون بلاغات بقضايا اختفاء تقومون بالتواصل مع النيابات والجهات الرسمية أيضا تحدثت أنكم تقومون بالتواصل مع المنظمات المحلية كيف تقيم تفاعل المنظمات المحلية مع هكذا قضايا أيضا منظمة حقوق الإنسان المتواجدة في المدينة نحن رفعنا بمجموعة من الإسباء إلى وزارة حقوق الإنسان إلى نائب الوزير الدكتور سبير الشيباني وكان استقبال رائع منه وتفاعل جيد وحيلت إلى النائب العام ومن النائب العام حيلت إلى نيابة تعز لكن كما قلت لك من نشبلنا هنا في تعز وفي كل اليمان تقريبا البعد القانوني يعني ما زال منعدم المنظمات الحقوقية هنا كثير متفاعلة لكن عندنا مشكلة هنا في اليمن أنه القانب الإنساني الحقوق الإنساني دائما ما ارتبط بالقانب السياسي الحزبي بمعنى عندما يكون من هو قريب لنا يعني نصبت لا نقول أنه مثلا وعندما تكون القضية عكس ذلك أطراف أخرى يتم رفع الأصوات عاليا يعني أنت تعرفي في عدال هناك سجول سرية وغيرها أصوات عالية تصل حتى السماء لكن في تعز أصوات مسكوت عنها نعم بالنسبة للجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان كيف كان دورها؟ يعني في معانا مكتب وثنين ثلاثة موظفين تأتي البلاغات ويتم تقيد المعلومات تقريبا مثل كل المكاتب الحكومية يعني يعترضها الكثير من يعني من الإعاقات الإدارية والروتينية وهي محكومة بسقف الدولة وإرادتها ورغباتها وهذه مشكلة لأن الحقوق الإنسان هذه يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات بما فيها يعني إرادة الدولة ليس الإرادة الوطنية لكن الدولة بمعنى الحكومة هذا الوضع يجب أن يكون واضحا أما أن يتم الكلام على بعض الأشياء وتظهر بجهزة الإعلام والتليفزيون وقضايا مسكوت عنها يعني من ضمن المخفيين قصرا عندنا وأكثرهم لا يتم الإشارة مثل هذه القضية من الجهاز إلا لباما بعض الإشارات في تقارير في بطون الملفات قل ما يتم إبرازها في الإعلام وفي اللقاءات ذات الأهمية الكبيرة لكن يقابلها في قضايا أخرى يتم رفع الأصوات عاليا هذه قضية المخفية قصرا ليبدون أنه في الإطار الحكومي والمنظمات المختصة هذه جمعة التحقيقات والانتهاكات في اليمن يعني هؤلاء الناس لا بواكية لهم لأنهم أُنس في الناس بسطاء والعاديين نعم يعني القانون ألا يضمن حقوق هؤلاء البسطاء والعاديين وكيف يمكن ملاحقة الجناة؟ في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها اليمن القانون يوجد لهم حقوق باعتبارهم مواطنين لهم حقوق وعليهم واقبات لكن في ظل هذه الأوضاع لا يوجد من ينفذ القانون وللاسف الشديد أنه كثير منهم مكلفين بإنفاذ القانون يمارسون هذه القرائم قرائم الإخفاء والاختطاف والقسل وخارق القانون وغيره هذه واحدة من مشاكل الحروب الأهلية نحب اليمن نعيش حالة حرب أهلية وأنت تعرفي أنه في الحروب الأهلية تكون الأرض الخصبة لتقار الحروب ولزعماء الميليشيات مرة بأسم الدولة ومرة بأسم القانون ومرة بأسم الدين ومرة بأسم المناطقية ومرة بأسم أسماء كثيرة نعم لتوصيف الحرب أكثر هي انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة كيف تعاملت قيادة أمن المحافظة مع هكذا قضايا هو بدأ الأوضاع في اليمن انقلاب ولكنها تحولت إلى حرب أهلية يمني يقتل يمني وهذه هي الحروب الأهلية لأن إدارة الآمن السابق المرحوم المغبشي رحمه الله تم إبلاغه ونوابه ومساعدي والآن بلغ المدير الحالي والأمن القومي والأمن السياسي والاستخبارات العسكرية والمحافظة الأسبق أمين أحمد محبود والمحافظة الحالي أيضا تم إبلاغه والجلوس معه وكلهم وعدوا بأن هذه القضية يعني مشينة ومغجلة ومخزية وكل الألفاظ التي يستعرفونها لكن لا يوجد حراك على المستوى العملي دكتور عبد الرحمن القادة الذين توجه لهم اتهامات بقضايا إخفاء قسري كيف يتعاملون مع هذه الاتهامات؟ نحن عندنا معلومات يعني حول بعض الأماكن بعض المعتقلات بعض الشخصيات لكن دائما ردودهم لبعض من تم الوصول لهم بأنهم لا يعرفون شيئا وأنهم مستعدين لبذل القهد لكن هذه كلها تبريرات بمعنى أنه في بعض القضايا لمدير الآمن والمحافظين وكل القهات المعنية أنه في المنطقة الفلانية في المبنى الفلاني في المدرسة الفلانية في لدينا شهود في لدينا معلومات في لدينا وقائع عليكم أن تتحركوا وأن تقمعوا الدلائل وتقمعوا التحليقات حول هذا المنطقة أو هذا المبنى وأنه كانوا ناس مشرفين عليه وبالتالي يجب هذا طرف الخيط عليكم أن تستقبلوا كل هذا لديهم وكل المنظمات الدولية لكن على المستوى العملي كما قلت لك سيدتي لا حياة لمن تنادي هل هناك رسالة تود إصالها للجهات الرسمية للمعنيين بالأمر أيضا لذوي الضحايا والبخفيين قسرا الرسالة الوجهة لكل يمني لكل إنسان حر في عموم الأرض أقول له بأنه قريمة الإخبار القسري هي قريمة بشعة وبخجلة وبخجية وهي سياسية وهي قانونية وهي إخلاقية يعني من يمارسها هو يفقد كل هذه المعايير على الدولة أو على الشرعية كما نحب أن نسميها لا دولة ولا شرعية بدون سيادة القانون لأن الفرق بين الميليشيا والدولة بين العصابة والشرعية هي القانون الحاكم لهذه المؤسسة التي هي الدولة والشرعية في ظل هكذا أوضاع تتحول الأمور إلى الأسم الشرعية لكن المحتوى الحقيقي الداخلي هو ميليشيا حبارة عن تقار حروب أو ما شئت من الأسباب المواطن العادي لأهالي الضحايا يعني يجب أن ترفع صوتك عاليا لأن هذه الطريقة الوحيدة للدفاع عن هؤلاء الناس ليكونوا في المستقبل إما أمام العدالة الحقيقية الناجزة يتحاكموا لقراء ما يقترفوا أو حتى أمام محكمة الضمير والتاريخ اليمني والعالمي لأن هذه قريبة كما أقول يعني كل معايير الحقارة والدراءة تتمثل فيها نعم الدكتور عبد الرحمن الأزرق كنت معي من مدينة تعز شكرا جزيلا لك مشاهدين الكرام انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو صفحتنا على الفيسبوك ويمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أم أحمد عصام وأم محمد بشير تم الرصد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر